اشتركوا في القناة لجنة الشؤون الاجتماعي والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبردمان العربي تم طرح عدد من المواضيع في جدوى الأعمال ومن ضمنها دعم وتمكين المرأة العربية ومن هذا المنطلق أشدنا بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وفي دعم تقدم المرأة البحرينية وتمكينها في نهضة مملكة البحرين وحبي تأكد حرص مجلس النواب على حماية حقوق المرأة من خلال سن التشريعات الدائمة لحقوق المرأة سواء كانت في عملها أو داخل أسرتها وفي نفس الاجتماع من خلال جدوى الأعمال تم طرح موضوع دعم تمكين الشباب وتسهيل إليهم من خلال التوظيف والتدريب ومن هذا الباب تم طرح ملف صندوق العمل تمكين والشرح الوافي اللي شرحنا إليهم من خلال عمل صندوق العمل تمكين بلا شك برئاسة مجلس الإدارة إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة الله يحفظها اللي عطى دفعة قوية وأكبر من خلال المشاريع والبرامج الأخيرة اللي تم تقديمها والمبلغ المائتين مليون اللي تم تقديمها من خلال تدريب وتأهيل ودعم الأجور اللي بلا شك إن اليوم إحنا نفتخر بوجود صندوق العمل تمكين من خلال تدليل العقبات للمواطن البحرين وخصوصا الباحث عن العمل وكذلك مؤسسات القطاع الخاصة اللي بلا شك هي اليوم مستفيدة استفادة كبيرة جدا من خلال البرامج اللي قاعدة تطرحها تمكين وأنا أكد هنا يعني القائمين على صندوق العمل تمكين قاعدين يقومون بدور كبير وأعتقد هذا الدور دور وطني وإحنا في مجلس النواف كسلطة تشريعية ندعم كل توجهات الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اللي قاعد يوجه المعنيين في وزارات الدولة من أجل دعم المواطن البحريني وأعطاء البحريني أعطاءه كخيار أول في كل المؤسسات القطاع الخاص إذن من القاهرة سعادة النام عبدوح الصالح عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر